في إطار جهود دولة لضبط الأسواق يواصل جهاز حماية المستهلق شن حملات موسعة لتشديد الرقابة على الأسواق كما يعمل الجهاز على التأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار إلى جانب التأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش بكافة صوره في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتنفيذا لتكليف رئيس مجلس الوزراء يواصل جهاز حماية المستهلق شن حملات موسعة لتشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات ضر غير منضبطة وذلك في حالات المبالغة في الأسعار إلى جانب متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف يقوم بحجب السلعة والمضاربة في سعرها مش ضد التاجر في كل الإجراءات التاجر الأمين التاجر اللي هو بيراعي ظروف البلد ده محل تقدير واحترام من الجهاز التاجر الغير منضبط في سلوكه لازم ناخد معها إجراء إحنا النهاردة وردت معلومات إن فيها مخزن على أطراف القاهرة والأليوبية في منطقة بجوار الأراضي الزراعية بالفحص وأنت حضرتكم شايفين إننا عندنا كميات غير عادية من السكر، الرز، الدقيق، الزيت، وحضرتكم أكيد شايفين كل ده ده إحنا تم التوجيه وقمنا بحملة مكبرة إن نحن نحاول إن نحن نشوف إيه الوضع المخزن ده هذه الحملات تأتي مع مناشرة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز للتعامل بكل حزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية محتاجين المواطن إن هو ما يشوف أي مخالفة عندك الخط الساخن بتاع الجهاز تواصل معنا إحنا هنتحرك حدد لنا الأماكن بتاعة المخالفات وهنتحرك ونتأكد من هذه المخالفة فالرسالة واضحة هو الواطن المفروض شريك معنا الجامعات الأهلية الخاصة بالمستهلكين شركاء من نصق سوا الباقي الجهات الرقبية مهم جداً أن الباقي الجهات الرقبية يبقى متواجدة وفيه تنصيق كامل ما بيننا وما بين وزارة التموين ما بين وما بين مباحث التموين ومصلحة الضرائب وهي سلامة الغزاء كل ده المفروض كلنا في إيد واحدة نحاول نعيد الانضباط حملات موسعة يقوم بها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار إلى جانب التأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش بكافة أشكاله جرمين إبراهيم التلفزيون المصري